تفقدت القرن أستاذ سوفياني كنا نتخيل أن ردود الفعل ستكون ربما على الأقل غير محتشمة هل تشعر بخيبة أمل بعد كل الذي قال عندما يقول ترامب أن القدس هي عاصمة إسرائيل وغير قابلة للتقسيم وأن تل أبيب لن تفرط في أمنها وترى هذه الردود الفعل كيف تحس مثلا وأنت قضيت عمرا في هذا النطار دود الفعل سوف تعرف ما صار كرة التلج ودود الأفعال ستكون على المستوى العربي الإسلامي ولكن كرة التلج تكبر تكبر ثم تذوب تذوب لكن تعطي الحياة لما يزرع إن لم يتسبب الماء في الجوف كثير وحتى في الجوف نحتاجه يعني أنا أولا لم أفاجأ بما أعلنه ترامب وإخوانا في أهل بيتهم لم يفاجأوا لأننا كنا نعرف والمصار ابتدأ مع قرار نقل الصفار الأمريكية إلى القدس لكن المخطط في عمقها أولا مرسوم من سنوات ومعلن موجود في إذا تدخل الوسائل التواصل سوف تجدين ما يقع الآن 1983-1985 ولكن أنت تعرف أسد صفياني كما أعرف ويعرف الجميع أن إقامة دولة فلسطينية اليوم شبه مستحيل لأن لا يمكن عمليا فعليا على الأرض إقامة دولة فلسطينية بأراضي مشتتة وهناك عمل صعب ربما لمبادلة الأراضي تبقى إقامة دولة فلسطينية فعلا يكادوا يكونوا مستحيل بالشكل الذي نراه ترامب ولكن بالشكل الموجود اليوم جغرافيا كذلك نحن نعتبر أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو تحرير كل فلسطين فلسطين تاريخي حتى لا تؤمن بحل الدولتين الآن كيف أنت تفضلت قلت عن خرائط الموجودة اليوم والخريطة التي نشرها ترامب في موقع تويتر تبين أنه يستحيل يعني بقع مشتتة يستحيل ثم لماذا نتنازل نحن عن فلسطين عن أي جزء من فلسطين ما الذي يرغمنا على ذلك ستقولين لي ميزا القوى وكذا 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 أقول لك لا الآن الآن المحللين العارفين بخبايا الأمور يعتبرون أن الكيان الصهيوني يعيش أحلى كلاحظاته الآن على العكس ما يدهر بدليل ماذا؟